اذا نام شخص عن صلاة الفجر هل يجب على غيره ان يوقضه مثلا ام يتركه ويقضي اذا استيقظ احمد بارك الله فيك بالنسبة للشخص الذي نام عن صلاة الفجر وهناك من يعني علم به او رآه من اهل البيت وجب وجب عليه ان يوقضه على الصلاة ولا يجوز له ان يتركه هكذا يكمل نومته وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا من المعروف هذا من المعروف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع اي ينفع اخاه فليفعل ولذلك لا يجوز لانسان يرى انسان قد نام عن الصلاة يقول لا اتركوه حتى يستيقظ او صائم يأكل نسيانه يقول لا اتركوه حتى يشبع مثلا لا هذا كله ما يجوز ولذلك يعني بالنسبة للانسان الذي نام وقد غلبه النوم لا شيء عليه يقوم فيقضي عندما يستيقظ لكن الذي رآه ولم يوقضه لا يأثم يأثم لانه ما تعاون معه على الخير وانما سكت على امر يرى بان قيامه واجب فيتنبه الانسان لهذا وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اشتركوا في القناة شكرا